حضراتكم استاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الواحد واربعين من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم ادراج الكائن من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب خاصية الانسيرت اوبجيكت خاصية بتسمح لك بادراج مجموعة من ملفات داخل ملف واحد كأنك مثلا عامل فولدر ولكن الفولدر اللي انت عامله ده هو مجرد ملف وورد على سبيل المسال انا هنا قدامي ملف لشركة الامل والتكنولوجيا احنا عاملين فيه مثلا طلب توظيف بيانات المتقدم هيبدأ اكتبها في ملف وورد والسيرة الزيتية هيبدأ اكتبها في ملف بيدي اف يرفقها داخل الملف بتاعي فكدا هستلم منه ملف واحد بس هو ملف الورد الاساسي اللي انا شغال عليه حاليا طيب لو انت جيت وضغط على ملف الاكروبات ريدر ده هتلاقيه فتح لك ملف السيرة الزيتية الخاص بالمستخدم لو انت جيت هنا وضغط على ملف الورد هتلاقيه فتح لك الملف بتاعي البيانات بتاعته متقدم اللي مثلا الشركة ديت محتاجاها من العميل ده ولكن في النهاية الملف ده بيتعرف عليه الورد بانه document in شركة الامل للتكنولوجيا الدكومنت ده هو دكومنت فرعي من الملف الاصلي بتاعي اللي هو شركة الامل للتكنولوجيا طيب اقدر اعمل حاجة زي ديت ازاي ببساطة انت بتدخل على insert وinsert object بتظهر عندك في المنطقة ديت في مجموع من الملفات اللي هو بيقترح عليك بتقدر تختار ما بينها طب هل انت عايز الملف يتعرض لك بشكل كامل ولا عايزه icons زي ما انا عامل هيدا انا هبدأ اجرب باني هعمل الملف اللي يتعرض بشكل كامل فهولو مثلا انا عايز ملف اكروبات ريدر هواتلي ملف الاكروبات ريدر اللي بالاسم ده فتح لك الملف علشان تشوفه ولكن الملف هنا تم ادراجه داخل الملف بتاعي الورد بتاعي الاصلي لو نضغط عليه ضغطتين هيفتح لي الملف طيب انا شايف بانه مفيش داعي لان يتم عرض الملف بتاعي بالشكل ده فانا شايف بانه هنا الملف ده يتعرض بشكل افضل اذا كان الملف بتاعي ملف مدرج كرمز او كايقونة زي الملف اللي موجود قدامي بعملها ازاي ببساطة نفس الخطوة ولكن هعمل display as icon وهقول له اوكي وهاخد نفس الملف طبعا هو فتح لي الملف انا هقفل الملف اللي هو فتحه هو دلوقتي لاحظ كده ان الملف هنا تم ادراجه داخل الملف بتاعي لو انا جيت وضغطت عليه هيفتح لي الملف اللي انا عايزه تقدر تعمل الحاجة ديت في عدة ملفات ملف بي دي اف ملف الصورة ملف اكسل عندك مجموعة كبيرة من الملفات طيب لنفرض بان الملف اللي انت عايز مثلا هنا تحطه ملف فيديو والملف الفيديو ده ما مش مدعوم في الصيغ اللي موجودة تعمل ايه تقدر بانك تعمل له create وتاخد browse وتدخل على اي ملف فيديو مسلا تحدده فهيدرج هنا ملف الفيديو داخل ملف الورد بتاعك لما انا ضغط على ملف ضغطتين بدأ لي بان في ملف بيحاول يفتح اسمه كذا هعمل له open بيظهر لي الملف اللي انا فتحته ساعة ما بيكون تكون فاتح ملف بيظهر لك الملف بالشكل ده لغاية لما تقفل الملف الصيغ الاساسية اللي موجودة في insert object بيتم فتحها بشكل اسرع عن الصيغ اللي بيتم ادرجها كملفات جديدة لنفرض ان انا هدرج ملف اكروبات ريدر وانا مش عايز الملف يظهر بالشكل ده او بالايقونة دي تقدر بانك تعمل change icon تختار من الايقونات اللي موجودة عندك هنا او بانك تختار لها browse وتبدأ بانك تدور على الايقونات المتاحة على سبيل المسال انا هبدأ اخد مسلا الايقونات ديت فهيتغير شكل الايقونات بتاعت الملف اللي انا هدرجه الى الشكل ده مجرد ما اخترت الايقونات ديت خلاص هيتغير شكل الملف بتاعي لو انت عايز تحط اسم هنا اساسي اه بدل الاسم الافتراضي اللي موجود مسلا باسم الملف اللي انت هترفعه بان ده مسلا سيرة زيتية فهتكتب CV فهضغط له اوكي وهحدد له الملف ده مسلا اللي هو بتاعي السيرة الزيتية لاحظ هنا بانه تم ادراج الكائن ده بالرمز اللي انا اخترته بالاسم اللي انا اخترته مش بالاسم الافتراضي طيب لو انا عايز اشيل الرمز بتيجي بعده وبعد كده بتيجي على باكس بيس وبيزهر لك حدوده فبتضغط باكس بيس فبيبدأ ان الرمز ده يتشال معك بشكل طبيعي اه بكده نكون خلصنا كل ما يتعلق بانسيرت اوبجيكت بنشكر حضراتكم ونتمنى لجميعكم التوفيه ونتمنى اشترككم بالقناة اشتركوا في القناة